المختفية في العام ثمانية والفين كانت قد انقضت عشر سنين على استقرار حمادي بن حمود في مساكن لما جاء اليها لم يكن في نيته الاستقرار بها يعمل حمادي بناء لعدة سنوات اشتغل في مقاولة يديرها رجل من المنستير حين يتحدث عن تعلمه حرفة البناء لا ينكر ان عمله في تلك المقاولة مكنه من اكتساب خبرة ومهارة احيانا يمضي في تفسير ذلك الى ان عمله في تلك المقاولة كان يوفر له حماية كاملة المقاول يتحمل المسؤولية في كل شيء اما الان فعليه ان يحسب الف حساب لكل خطوة يخطوها وكل قرار يتخذه صحيح انه لا يعد نفسه مقاولا ولكنه لا يستثني من احلامه ان يصير كذلك ذات يوم يتردد حمادي الذي بلغ من العمر 33 عاما على محل حلاق معروف محلات الحلاقين كثيرا ما كانت فضاء للقاء والثرثر في كل المواضيع الخاص منها والعام والكلام في السياسة والاقتصاد والرياضة هناك من يختارون مجالسة الحلاقين بحثا عن خبر او عن فضيحة يحملها احدهم معه متظاهرا بانه لا يعلم شيئا وكذلك كان حمادي من بين الذين علموا قبل كثيرين بالقبض على المنجي الذي يعمل في وكالة بنكية واتهامه باختلاس اموال كان ككثيرين من زبناء الحلاق بعماري يتابعون احاديث في السياسة بما يلامس التعرض لشخص رئيس الجمهورية ويستمعون الى كلام في الرياضة يتخذه اصحابه من مختطفات تعاليق سمعوها في قنوات تلفزيونية لا يشك حمادي ولا اي ممن يأتون الى حانوت الحلاق في وجود من ينقل كل ما يدول من كلام في السياسة وما سواها الى مصالح يهمها ان تعلم ولا احد يستطيع ان يحدد من الذي يقوم بتلك المهمة قبل خمسة اعوام وكان لا يزال يعمل في مقاولة البناء ارتبط حمادي بفتاة تسكن غير بعيد عن الورش حيث كان يعمل كان يرى برفقتها من حين الى اخر وبدت علاقتهما وقد تطورت الى علاقة حب ومشروع زواج كذلك بدى لمن دفعهم فضولهم الى تتبع تلك العلاقة ثم صارت الفتاة تتردد على منزله وكان اصحابه يمازحونه ويسألونه عن موعد حفل الزفاف كان يتحاشى كل رد ويكتفي بابتسامة لها معاني مختلفة لكل ان يقرأها كما يشاء ثم اختفت الفتاة وظن الذين كانوا يتابعون غراميات حمادي ان الشابين افترقا لم يجرأ احد على سؤاله ثم ابتعد عنهم بان غادر المقاولة وصار يعمل لحسابه الخاص يقوم بانجاز اشغال بناء محدودة او اعمال تبليط في منازل قديمة ظل حمادي الذي ينحدر من بن حسان يحتفظ بالسكن نفسه الذي اكتراه في العام الثاني لاستقراره في مساكن ولما تحسن حاله ماديا عرض على صاحبه ان يبيعه اياه ولكنه رفض في العام سبع والفين ذات صباح ربعي من ابريل طرق بابه رجلان وامرأة تقدم اليه الرجل وقال له انه عم ليلة تظهر بانه لا يعرف امرأة باسم ليلة اذاك تقدمت المرأة التي كانت برفقة الرجلين قالت له اسمع يا ولدي انا اعلم جيدا انك تراوغ وتدعي انك لا تعرفها انا امها وكانت تحكي لي عن كل شيء ما اريده منك ان تدلني عليها كان ينظر الى الارض وكأنه يتحاشى عيون تلك المرأة لا اعرف اين هي لقد افترقنا منذ عامين الان يومها قالت لي انها ترغب في الهجرة الى ايطاليا قلت لها انني لا افكر في الهجرة ثم ذهبت لم ارها بعد ذلك نظرت اليه المرأة التي تنزع الى البدانة بعينين دامعتين والله لم ارها منذ اذن نظرات المرأة المكلومة كانت تقول له انها لا تصدقه فيما يقول الرجل الذي قال انه عمها مر امامه نظر في عينيه ستظهر الحقيقة لم يضف شيئا اخر ومضى تتبعه المرأة ورفيقهما في استجلات الشرطة ان ليلى بعيد اختفت مساء الثامن عشر من ماي من العام خمسة والفين في ظروف غامضة كانت وقتها في الثامن عشر من عمرها توقفت عن الدراسة قبل عامين والدتها التي ابلغت عن اختفائها لم تتهم احدا ولم تدلي باي معلومات ولكن زيارتها الاخيرة الى منزل حمادي عادت منها بمعلومة لم تكن لديها ان ليلة ابنتها كانت تريد الهجرة الى ايطاليا هل ركبت قاربا من قوارب الموت هل تمكنت من بلوغ الساحل الايطالي ام ان نهايتها كانت في قاع البحر لم يكن لسيدة الطيمة التي ترملت قبل ستة عشرة سنة ان تحتفظ لنفسها بما سمعته من حمادي قصدت مركز الامن وطلبت مقابلة المسؤول الاول فيه بالنسبة للمحققين فان البحث الذي اجري لم يأتي بشيء قال الضابط ان القضية لم تعرف جديدا اذاك اخبرته بانها حصلت على معلومات تقول انها قد تكون هاجرت او حاولت الهجرة الى ايطاليا استوقفته تلك المعلومة فسألها عن مصدرها ترددت قليلا ثم قالت حمادي حمادي من سأل الضابط حمادي يا سيدي كان يقيم علاقة مع ابنتي وقد ابلغتني بانهما كان ينويان الزواج قلب الضابط الوريقات التي يحتويها الملف الذي بين يديها ثم نظر اليها اطال النظر ثم سألها ولكن لما لم تبلغي عن تلك العلاقة يوم ابلغت عن اختفاء ليلى كان صمتها يعني للضابط انها اردت التكتم على شيء ما لما لم تبلغي بذلك لست ادري قالت والدمع ينهامر من عينيها ثم ادلت بعنوانه مساء ذلك اليوم الذي طرقت فيه ام ليلى بابه مر حمادي بمحل صديقه الحلاق كان لديه زبون وحيد جلس على اريكة وامسك بصحيفة تعود الى اسبوع مضى كان واضحا انه لم يكن يقرأ ما فيها من مقالات قلب صفحاتها بسرعة بدأ لا شيء استوقفه او شد انتباهه لما مضى الزبون جلس الحلاق بجواره اراك مهموما اتمنى ان لا يكون اصابك مكروه رفع اليه نظره واكتفى بابتسامة تكلفها ثم بعد دقائق ولم يكن الحلاق قد الح عليها نطق من تلقاء نفسه تعلم صديقي لقد جاءني الى المنزل صباح اليوم رجلان وامرأة قال احد الرجلين انه عم تلك الفتاة ليلة هل تذكرها نعم نعم تلك التي كنت مرتبطا بها نعم والمرأة قالت انها امها قالوا ان ليلة اختفت وما ذنب انا لقد قررت ان تعبر الى ايطاليا ورفضت انا ان اغامر هل وصلت الى ايطاليا لست ادري ولكن حمادي فيما اذكر انك من توصت لها لدى من اخذوها معهم في تلك الرحلة الى لانبيدوزا نعم ولكني لم ارى ذلك الرجل منذ ذلك الحين ودفعت له نعم دفعت له لم يحاول الحلاق بعماري المضي ابعد من ذلك في الحوار بينما نهض حمادي وودعه وانصرف الى منزله مر اسبوع على لقاء حمادي بوالدة ليلة لما طرقت الشرطة بابه كان الوقت ظهرا اخذ الى المقر المركزي للامن في مساكن كان عليه ان يجيب على اسئلة فيها الكثير من التدقيق في التواريخ والمواعيد وفي الكلام الذي دار بينه وليلة كان المحققون يركزون على ما دار بينهما في اليوم الاخير الذي رآها فيه سئل عن المكان الذي التقيا فيه رد بانهما التقيا للمرة الاخيرة في منزله تقرر تفتيش المنزل ولكن التفتيش لم يفض الى ما يدل على ان الفتاة مرت من هناك وقد هم الباحثون باخلاء سبيله ولكن ضابطا مجربا اعترض وقال ان الامر بحاجة الى تحريات اضافية مضى الضابط الى صاحب السكان الذي يكتليه حمادي علم منه انه عرض شراءه وانه قبل عامين طلب السماح له بالقيام باشغال فيه بالنسبة للباحث الذي اصر على الاستماع الى صاحب البيت فان ذلك قد يخفي اشياء كثيرة وعيد الاستماع الى حمادي وطوقه المحققون باسئلتهم وركزوا على طبيعة الاشغال التي قام بها في سكنه قبل عامين تحدث عن التبليط وعن الصباغة فجاءه احد الباحثين بان قيامه بتلك الاشغال صادف بشكل غريب الفترة التي اختفت فيها ليلة اين هي جاءه السؤال بغتة من باحث لم يكن يرى وجهه هي هناك قالها وانهار تم النبش في ارضية السكن تحت الزليج المزركش في صدع بعمق ثمانين سنتيمترا كانت ترقد رفات ليلة اعترف حمادي بانه قتلها لما اصرت على السفر الى ايطاليا قال انه خنقها حتى الموت وهو ما اكدته نتائج التشريح الذي اخضعت له الرفاء المحققون لم يقتنع تماما بما زعمه من انه قتلها لانه لم يتقبل ان تفارقه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة